اهلا وسهلا بكم زي ما كنت بقول لكم فقرتنا المحببة دائما إلى القلب والنفس والعقل معا لقاءنا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر منور بكم وجزاكم الله عنا خيرا ربنا يخليك لنا مولانا نسألك بقى احنا قررنا نستنى سنة تبقى لطيفة ان احنا عاملين تقرير في الشارع نسأل فيه الناس عايزين تسألوا مولانا الدكتور أحمد كريمة على ايه فالناس طرحت الأسئلة نشوف قالوا ايه ونرجع على فرق تل هاي بسألوا في تربية الحلوانات في البيت حلال ولا حرام قطط كلاب ليه الواش محرام ليه بسأل بس لما بنعتف على الحيوانات زي ما بنعتف على البنادمين بالنسبة للفوائد اللي بترتفع في البنوك دي هل هي حلال ولا حرام الصلاة بتاعت الرمضان بيقولوا واحد وعشرين رقعة وفي ناس بتقول 11 فاحنا عاوزين نعرف الصحة فين ما احنا ده يقول كلمة وده يقول كلمة فاحنا عاوزين نعرف الصحة فين مش اكتر ولا قل أولادي مربين قطط وبنتي التانية مربية كلب صغير هل الكلب ده حرام ولا حلال في البيت أنا كنت عايزة أسأل الشيخ على كلية حطت جرشين في البنك وده وقت فوائطهم ينفع أعمل بهم لله ولا ما ينفعش بس عايزة أعرف ينفع أعمل بهم الخير ولا حرام إلا نعمل بهم الخير بالصلاة لا ولما اقول الح tasting رقعة هل لازم لما أقول مساة الآية هل لازم الآية الاولى مع الرقعة الأولى ولا على شنا لما يجي لعبوا على المشاريب علعبوا على الاشيال الواشم والحاجات دي يعني أغني الغلوبية التصرفات التي أمورها الشباب التالية أنا بشك فيها إنها حرام الزكاة تجوز للأقربون لو أنا شايف حد مثلا مش قريب بس يعني محتاج أكتر يعني السواب أكتر في أين في الأقربون ولا اللي محتاج أكتر زي الأسود في حالة الوفاية هل عادات التقاليد عندنا كأرياف بتقعد شهر مثلا لبس سود ده شهر هل ده كده احنا بنشيل في حرمانية ولا لأ بسأل الشيخ عن أصحاب الكاف الكلب اللي كان معاهم ما دخلتش ليه معاهم يعني مثلا أنه هو بالنسبة ليه كان معاهم كلب الكلب ده كان وقفوا قدام قدام الليه الكاف ما دخلتش ليه معاهم إنسان اللي بيعمل أضحية هو ما بيصليش هل يجوز لها الأضحية أم لا فاستقلوا برضو في ناس بيطلع زكاة وما بيصليش ما حكم الدين في هذا الإنسان اللي هو بيعمل كده أهل الأعراف اللي هي بتكلم في يوم القيامة يوم القيامة إن شاء الله من هم أهل الأعراف بالزبط وما دي دخولهم من الجنة أو النوم كنت عامة بس على الشيخ هل الكروت ديت حرامة ولا حلالة لو في تفسير للكلام دوت نعرف يعني إيه اللي ينفعل وإيه اللي ما ينفعلوش يا أخينا كل يوم بكتشف أن أنا أسير لهجة المصري بحيب بسمع كلام بتاعنا المصري كلمة دوت بتاعت المصري مش حد غيرنا بيقول دوت دي موام خلينا أغادل ترحيب مرة تانية مولانا دكتور كريم بارك الله شفت بقى مولانا كم من أسئلة أغرب سؤال أنا سمعته مسألة الرجل شغل دماغه ده قاله هو الكلب بتاع أهل الكهف والرقيم ليه ما دخلش جوه ونمع الكهف بره بسم الله الرحمن الرحيم أولا هو فعلا سؤال طيب معلوم أن الكلب الذي اتبعهم كان مهمته الحراسة فبطبيعة الحال أنه هو هيدخل معهم ليه لأن عادة كلب الحراسة أن يكون على الباب حلو جدا وأيضا ده يدلك على أن الكلب أصلا ليس نجسا وهذا ما قال به الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه لأن عنده قاعدة قوله حي طاهر حلو والنجاسة على فكرة ليست أصلية عارضة يعني الأصل في الأشياء الإباحة الأصل فيما خلق الله الطهارة يعني ما تسألني مثلا حكم هذا الكوب البلاستيك من غير ما فكر أقول لك طاهر إنما النجاسة شيء عارض يعني نفرد نوع التسخ ولذلك العلماء قالوا مثلا في الأشياء الجاملة دي تطاهر بالمسح المهم فأعجبني رأيي وقول الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه أرضى بأن الكلب طاهر العين يعني الذات وأيضا هذا مذكور في سورة المائدة في كلاب الحراسة والصيد ومما علمتم من الجوارح مكلبين لكن في بعض التراث الموروس تطخيم مسألة عفوا الكلب أولا الكلب خلقي من خلق الله عز وجل والله لن يخلق أشياء نجس طبعا لأ فالنجاسة عارضة يمكن في اللعاب فقط إنما باقي جسده لو لامس إنسان إنسان مربي كلاب مع أننا إحنا في الريف والصعيد والدلتا وكذا ما هالكلب بتعيش في البيوت وبتمشي مع الحيوانات وتتسكع في الطرقات ولما بتجد صاحبها لخلق الوفاء فيها الفطري أو الغريزي بتلتصغ بالإنسان يعني الإجابة الواضحة على أسئلة عدة كبير من الشبان ويمكن فيه أب قال طبعا أنا بنتي مربي كال إنهم ما فيش أي مشكلة لا بقس بس هو إحنا بنصح إنهم يتصلوا بالطب البطري للتطعيم يكشف عليهم اتقاء للأمراض يعني تدابير وقائية اعترازية وحتى من باب الرحمة لأنه مخلوق من مخلوقات رب العزة فيطلبون أن يحفظ عليه والهاديس معروف بينما رجل يسير في الصحراء اشتد به العطش فنزل إلى بئر فشرب فحمض الله ثم صعد فأبصر كلبا يلهثه من شدة العطش فأخذته الرأف به فملأ خفيه بالماء أيوة لأنه ما كان عنده دلوة أو كوب أو كاسة أو شيء من هذا الخبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخنزير نفسه طبعا احنا لا نأكل لحم الخنزير لا نأكله ولا لحم الكلاب إنما قال إن الخنزير كحيوان أو ككائن حي طاهر احنا سوف نأكل لحمه عشان ربنا حرم علينا في القرآن اللي حرم علينا نصا في القرآن الكريم أكل لحم ومع ذلك الخنزير كالكلب طاهر الذات أو الجسد أو الجسم وبكرر لأن الله لم يخلق شيئا ناجسا حلو كلاب طيب بعض الشبان سألوا على مسألة الواش تتو حلال حرام لا هو حضرتك طبعا في حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة فقالوا إن دا في علا الكثيرة منها تغيير لخلق الله عز وجل يعني ربنا خلق جلد الإنسان وخلق الله الإنسان على الصورة اللي حضرتك عليها قال الله في صورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فده منت في أحسن تقويم لين غير بقى جلدنا ونرسم عليه أشكال معينة ما هو زي ستة لا بس أنت حطت مكياج ولا ميكرو واس لا المكياج مؤقت يعني ممكن يزال ما هو ده أصبح بيزال دلوقتي بالليزر طب بس ليه بقى نعرض الجلد لمتاعب ومصاعب فهو هو يعني أقل ما يقال فيه مكروه أقل ما يقال فيه إنه مكروه إنما لا ينال من عقيدة ولا من شريعة حلوة كلام جدا 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 طيب بالتأكيد مونانا سمع الكلام بتاع البيت اللي يدخلوا كلب ما تخشوش الملائكة ولا تجوز فيه الصلاة ده خبر أحد يا سيدنا من باب التنفير والوعيد حتى إن المسلمين لا يركنون إلى الدعاء وإلى ترك العمل والجدية والإنتاج إنما الملائكة ما يا سيدنا أنت عندك ملكان لا يفارقانك اللهم بيكتبون الحسنات والعياسو بالله السيئات إزاي يعني حضرتك وبعدنا إذا بقولك ليه إحنا ناخد موقف سلبي من الكلب إيه زن بالكلب ولا حال بس مخلوق مخلوقات ربنا مخلوق لطيف وظريف وحبوب وصديق للإنسان وافي جدا جدا يعني طيب يمكن في السريع عبل مروح لسؤال مهم بقى في شاب من الشبان كان بيسأل في الصلاة على مسألة الآيات هل في الراكعة الأولى لو أنا قريت صورة لازم في الراكعة التانية أقرى صورة تليها في ترتيب المصحف أو تليها في ترتيب النزول ولا عادي والنزول مش هيعرف هو في ترتيب المصحف الشريف ده من باب المسنونات يعني مثلا هو قرأ في الراكعة الأولى مثلا بعد الفاتحة صورة الضحى فيسن أن يقرأ ما بعد الضحى يعني مثلا يقرأ صورة ألم نشرح صورة والتين والزيتون وهكذا نفرض أنه نكس هيبقى مكروه بس لكن لا يبطل الصلاة عظيم جدا يعني لو قرأ التين وبعدين قرأ بعدها الضحى يبقى هنا حضرتك الصلاة مكروه بس إنما صحيحة طب أقولي مكروه يعني مش أقولي مكروه مش ده كل كل كلام ربنا سبحانه وتعالى لا عشان توقيف توقيف عن الرسول عليه السلام وما آتاكم الرسول فخدوا وما نهاكم عنه فانته طب وقال نهى الرسول عن ذلك آه نعم عن تنكيس القراءة بس قلت لك أنه هنا يحمل على الكراهة وليس التحريم ماش نعم السؤال المهم بقى فوائد البنوك طيب أنا حاطة وديعة ولا أشهدها في البنك وبيجيلي منها شوية فوائد هل جائز أن أنا بحب مثلا رجل أتصدق وفلوسي دي ما هي فلوسي فلوس أنا يعني ممكن أتصدق منها ولا لا طب هل ممكن أدفع منها زكاة ولا لا إلى آخره ده السؤال اللي يمكن شاغل ناس كتير خلال الفترة دي ويمكن أكتر من حد سأل في هذا التقرير هستأذن هروح للفاصل فاندم ونرجع مع بعض مولانا على بركة الله يا الأهلا وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب بدفنا العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وكنا نتكلم على الفوائد يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم أولا من لطف الله عز وجل ومن رحمته بأمة الإسلام أن نجعل العبادات أدلتها نصية إما من القرآن الكريم وإما من السنة النبوية وإما من القرآن وسنة معا إنما فقه المعاملات سبحان الله رؤوس المسائل نصية لكن التفصيلات مطروكة لاجتهاد البشر يعني حضرتك مثلا البيع السلام الخيار الرهن الوديعة العارية رأس المسألة أو أصل الباب نصي لكن تفصيلاته ليه؟ حتى لأن المعاملات تتجدد بتجدد الزمان والبيئات والأماكن فهنا حضرتك لما هاتي أنا لعوائد أو بالتعبير المصري في المحاسبة البنوك أو المصارف أو سندق التوفير في البريد المصري حضرتك إحنا عندنا باب واسع في الفقه الإسلام واسمه باب المضاربة المضاربة بطبسيط أنت تملك مالاً ولا تجيد اثثماره فتدفعه سواء لشخص طبيعي بس يكون مأمون طبعاً لو بينصبه على الناس بتوظيف الأموال فتدفعه إلى شخص طبيعي أو إلى شخص اعتباري ليه المصارف الآن هينميه ويستثمره على اتفاق في نسبة مفتوحة هيدك 5% 10% 15% هو حر وده لما أنت قبلت ده اسمه المضاربة وهذا في موطئ الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه لما سيدنا عمر بن الخطيب رضي الله عنه أرسل ابنيه سيدين عبد الله وعبيد الله إلى العراق وبعدين سيدنا أبو موسى الأشعري كان ولينا على العراق فقال والله ما معي ما أتحفكم به ولكن في عندي خراج وزكوات وكذا خدوها للمدينة الأمير المؤمنين فتاجر بهذا المال ثم رضوا الأصل لبيت المال وانتفع بالأرباع لأن مهمة في سيدنا عمر رفض في البداية الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين اجعلها مضاربة يعني خلي بيت المال يشاركهم هما تعبوا في الجهد وفي الضمان إنه لا يضيع فخليها مضاربة بيت المال له جزء وهم له جزء وانعقد إجماع الصحابة رضي الله عنه ذلك فمن هنا عوائد المصارف وسندق التوفير في البريد المصري حلال 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 مضاربة قولاً واحداً هتقول لي طب ما للبلبلة دي تعملت هي تعملت من حقبة الستينيات وما بعدها وما بعدها إما حصل بداية تكوين أموال طائفية منسوبة إلى الإسلام وانا اللي أخشف الليلة لهم تلاقي فلما أراد مثلاً أرادت جماعة الإخوان أنها تبني كيان اقتصادي والسلفية يقلدوهم في هذا الأمر فابتدوا بقى يتحكوا على الناس في حكاة التبرع للمستضعفين في الأرض ومش عارف من يمر وفين 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 ولموا أموال طائلة أرادوا أن هم يضربوا الاقتصاد الوطني فطلعوا فتاوا من بعض الأشياخ الجهلة بالفقه والاقتصاد فابتدوا بقى يقولوا أنه ده ريبة وده مش ريبة يا فندم فرق بين الريبة سواء ريبة الفضلة أو ريبة النسيئة وفرق ما بينه وبين الإداعات في المصارف يعني البنوك أو سندق التوفير في البنك المصري الريبة أننا بأختارت منك مال أمام مال وبأشرط عليك أو تشرط علي النسبة على رأس المال نزر التأخير دارد تمام وأغالي واستغل الحاجة أجل طبعا ما هو عشان أكل أموال النسبة للباطل إنما حضرتك الاستثمار طبعا ربنا ذكر لنا رحلة الشتاء والصيف وفي السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في مال السيدة خديجة رضي العنى مضاربة فصار أصلا فأنا قلتلك هي العلة وبالذات في سبعينيات القرن الماضي وظهرت شركات توظيف الأموال وطلعت بدعة البنوك الإسلامي أنا أتحمل هذا هتبقى لك وليس حاجة اسمها بنوك إسلامي كل البنوك بتخضع للبنك المركزي كلها بتخضع للنفس ذات القوانين وكلها بتخضع للنفس ذات القوانين بالضب فبس هم من السبعينيات حبوا يردوا الناس كعاطفيا نعمل مسميات قال لك مسميات ويوفط واجذب أموال إنما البنوك كلها واحد ما هو منسوب إلى العمل الإسلامي وما ليس منسوب إلى العمل غير الإسلام عملت زاوباء عدد الوقت لا أنا أطالب بإلغاء هذه اليوفط والله حتى نحترم عقل الناس وبعدها أحترم نظام الدولة دولة مدنية ديمقراطية قال لبالك لا أريد أنني أخذ لباس الدين أغلفه في أمور اقتصادية أو اجتماعية الله أكبر الله أكبر دولة مدنية ديمقراطية ولا أريد أن أخذ لباس الدين وأضعه على أمور اقتصادية أو اجتماعية في حد زي مولانا الله يتكلم بجد والله ربنا يخليك ويبارك لك ويخليك لنا يا ربا مولانا ربنا يخليك يا رب كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي تفضل علينا مش بس بهذا الحديث لكن بالجملتين الأخر دول ده يزبط الدنيا يثير الزوابع بس يزبط الدماغ خلصت الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر نتقابل بكرا إن شاء الله مبرنا مجيكم التاسعة دقايق يكون موجود معاكم زميلي صديق العزيز كريم رمزي ورقم عشرة سلامت